أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصي سؤال تصحيح الجزء الثاني من الامتحان الجريبي الثاني والخاص بمادة التاريخ والجغرافية في إطار استعداد الامتحان الجاو الموحد بحول الله دورة 2021 والخاص بالعلوم التجريبية، العلوم الرياضية، مسلك العلوم الشرعية وعلوم الاقتصاد والتدبير بالنسبة للوضعية الاختبارية الثانية فهي مادة الجغرافية من خلال تحرير موضوع مقالي إذا المطلوب هو أن نكتبه في أحد الموضوعين الآتيين إذا الموضوع الأول نصه إذا كان المجال المغربي يتوافر على موارد طبيعية متنوعة لكنها تبقى عرض للتدهور فإن العالم العربي يصطدم بمشكلة نقص الموارد المائية إذا المطلوب هو أن نكتبه مقالا جغرافيا نبريز فيه العناصر الأتية أولا وضعية الماء والغطاء النباتي في المغرب ومظاهر مشكلة الماء في العالم العربي ثم العوام المفسرة لمشكلة الماء في العالم العربي أخيرا التدابير المتخدة لمواجهة تدهور الغطاء النباتي في المغرب ومشكلة الماء في العالم العربي الموضوع الثاني نصه تتعدد مظاهر أزمة المدن والأرياف بالمجال المغربي لذلك يحاول المغرب جاهدا التغلب عليها من خلال تبني سياسة إعداد التراب الوطني إذن المطلوب هو أن نكتب مقالا جغرافيا من العناصر الآتية مظاهر أزمة الأرياف والمدن المغربية اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا ثم العوامل المفسرة لأزمة المدن المغربية أخيرا دور سياسة إعداد التراب الوطني في معالجة أزمة الوسط الريفي بالمغرب إذن بعد ما قرنا يعني الموضوعين قراءة جيدة ومتمعين إذن نحاول أننا نجاوبه طبعا على الموضوع بشكل متكامل يعني أننا نحره ونقومه بكتابة موضوع مقالي متكامل من مقدمة طرح الإشكال إشارة إلى التصميم عرض تحليلي ثم خاتمة إذن كيف نتعامل مع الموضوع المقالي أولا خصنا نحدده يعني الإشكالية ثم المجال الجغرافي ثم بعد ذلك نقترح تسمين مناسب إذن هنا الإشكالية المطروحة هي إشكالية تدبير الموارد الطبيعية في المغرب والعالم العربي طبعا المجال الجغرافي هو المغرب وكذلك العالم العربي إذن هنا لدينا جغرافية المغرب وجغرافية العالم العربي بالنسبة لما هو مطلوب إذن المطلوب منا هو أننا نبريز أولا وضعية الماء والغطاء النباتي في المغرب ومظاهر مشكل الماء في العالم العربي بعد ذلك ننتقل لتفسير مشكل الماء في العالم العربي وأخيرا نتناول التدابير المتخذة لمواجهة تدهور الغطاء النباتي في المغرب ومشكل الماء في العالم العربي إذن طبعا الخطوة الموالية وهي أنه نقوم بعملية اقتراح تصميم مناسب من مقدمة ثم طرح الإشكال بمعنى أن نحول هذه المهمات إلى أسئلة السفامية نجيب عنها في العرض التحليلي ثم خاتمة مناسبة إذن ما يفيد طبعا هذه السيئة إذن فدائما المقدمة تكون عبارة عن فكرة عامة مؤثر الموضوع إشكاليا ومجاليا إذن فالمجال المغربية توافر على موارد طبيعية متنوعة لكنها متضهرة وعطوبة بالمقابل في العالم العربي واجه تحدي ندرة الماء ثم بعد ذلك نطرح الأسئلة المرتبطة بالإشكال إذن ما هي وضعية الماء والغطاء النباتي في المغرب ما مظاهر مشكلة الماء في العالم العربي ما هي العوامل المفسرة لمشكلة الماء في العالم العربي ثم أخيرا التدابير المتخدة لمواجهة تدور الغطاء النباتي في المغرب وكذا مشكل الماء في العالم العربي بعد ذلك ننتقل للعرض التحليلي إذن في العرض التحليلي لابد أن نقوم باختيار وانتقاء المعلومات التي تتناسب مع الموضوع إذن بالنسبة لوضعية الماء والغطاء النباتي في المغرب إذن فتقدر الموارد المائية في المغرب حوالي 31 مليار متر مكعب في السنة وتبقى محدودة نسبيا لكن المغرب بإمكانيته التقنية واللوجيستية فهو يخزي منها حوالي 21 مليار متر مكعب في السنة سواء تعلق الأمر بالموارد المائية السطحية أو الباطنية إذن هذه الموارد تبقى عرضة للجفاف التلوط للسغلال المفرط بالنسبة للغطاء النباتي فهو متنوع يشمل أصناف نباتية وشجرية كالبلوت العرعار والأرز وغيرها لكن هذا الغطاء النباتي يبقى متظهورا نتيجة لعوامل طبيعية وأخرى بشرية كالجفاف التصحور الاشتفات الحرائق وغيرها بالنسبة لمشكل الماء في العالم العربي من مظاهره ندرات المياه محدودية الموارد المائية المتجددة في العالم العربي ضعف نصيب الفرد العربي من الماء حوالي 500 سمتر مكعب في السنة طبعا نحن من المفترض أن هذه الأفكار التي قمنا باختيارها نقوم بعملية الربط إذن لا بد أن نعنصوا الربط يعني نحول هذه الأفكار الخام إلى فقرات مترابطة بالنسبة للفقرة الثانية فالعوامل المفسرة لمشكل الماء في العالم العربي نميز بين العوامل الطبيعية والبشرية إذن على المستوى الطبيعي نشير الجفاف تبخور تغيرات المناخية إذن عدم انتظام التساقطات في الزمان والمكان ثم عوامل البشرية كارتفاع الطلب علم مختلف المستعملين زيادة السكانية السريعة توسع الحضاري التطور الاقتصادي وكذلك متطلبات تحقيق العامل الغذائي بالنسبة للفقرة الثالثة إذن فأهم المعطيات المرتبطة بالتدابع المتخذة لمواجهة تدهور الغيطاء النباتي في المغرب فهي مثلا إنشاء المندوبية السامية المياه والغابات ومحاربة التصحر أيضا استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 القيام عملية تشجير لتخليف الغابة ولتجديدها ثم التوعية والتحسيس بآمية المحافظة على الغابة بالنسبة للتدابع مواجهة مشكلة الماء في العالم العربي نشير إلى بعضها كبناء السودون مثلا كالمغرب مصر وتونس أيضا تشهيد محطات لتحليف مياه البحر خصوصا في منطقات الخليج العربي دون أن ننسى إنشاء النار الصناعي في ليبيا وأيضا ترشيد استعمال المياه إذن كخاتمة وهي عبارة عن استخلاص قيم وامتداد إذن فدول العالم العربي تبقى مطالبة بتطبيق استراتيجية متكاملة ومتناغمة وأيضا ناجعة لتدبير الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها لذلك يمكن أن نطرح هذا السؤال كامتداد إذن ما هي السبول الكافيلة بتحقيق ذلك الآن سنتقل الموضوع المقالي الثاني طبعا إشكاليته هي مظاهر أزمة المدن والأرياف في المغرب والجهود التي يبدو لها المغرب في إطار سياسة إعداد التراب الوطني للتغلب على هذه الأزمات إذن المطلوب منه هو أننا نركز أساسا في الفقرة الأولى على مظاهر أزمة الأرياف والمدن المغربية على المستوى الاجتماعي الاقتصادي والبيئي ثم بعد ذلك نفسر أزمة المدينة أو المدن المغربية وأخيرا نبرز دور سياسة إعداد التراب الوطني في معالجة أزمة الوسط الريفي تحديدا بالمغرب إذن بالنسبة للمقدمة ما يفيد هذه الصيغة إذن المغرب يتخذ جملة من التدابير في إطار سياسة إعداد التراب الوطني ولذلك للتخفيف من أزمات الوسطين الريفي والحضاري لذلك نتسأل ما مظاهر أزمة الأرياف والمدن المغربية المستوى الاجتماعي الاقتصادي والبيئي ما العوامل التي تفسر لنا أزمة المدن المغربية أخيرا ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في معالجة أزمة الوسط الريفي بالمغرب إذن في الفقرة الأولى أعزائي إذن سنركز على مظاهر أزمة الأرياف وكذلك المدن المغربية إن على المستوى الاجتماعي الاقتصادي أو البيئي إذن بالنسبة للأرياف نشير هنا على المستوى الاجتماعي للسفحة لمعضلات الفاقر الأمية لها شاشة والبيطالة على المستوى الاقتصادي إلى ازدواجية الفلاحة بين فلاحة تقليدية معيشية أخرى عصرية تسويقية ثم ضعف المرضودية الزراعية خصوصا في المناطق البورية بيئيا تظاهر أوساط الطبيعية وتزايد حدة التلوث بالنسبة للمدن أيضا على المستوى الاجتماعي نشير لتنامم معدلات الفقر والأمية البطالة وسوء تشغيل وعلى المستوى الاقتصادي إلى ضعف تنافسية الاقتصاد الحضاري وتضخم القطاع غير المهيكل وعلى المستوى البيئي لانتشار التلوث بمختلف أشكالي بالنسبة للفقرة الثانية المعلومات الأساسية التي نركز عليها في تفسير أزمة المدن المغربية أولا عدم احترام مقتداية وثائق التعمير الافتقار لمؤسسات اقتصادية كبرى يعني تحرك الاقتصاد الحضاري أيضا الهجرة القروية الكثيفة وعدم مواكبة النمو الديمغرافي السريع وكذلك الامتداد للحضاري المفرط للنمو الاقتصادي الذي يظل بطيئا إذن هذه الأفكار كما قلنا نعتمد لها ولكن لا بد أن نحولها لفقرات مترابطة بالنسبة للفقرة الثالثة والأخيرة إذن ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في معالجة أزمة الوساط الريفي إذن نشير إلى التوجهات والاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني إن على المستوى القطاعي وكذلك المجالي منها تنمية العالم القراوي من خلال مجموعة البرامج والاستراتيجيات فك عزلة الجماعات القراوية خصى المناطق الجبلية النائية أيضا المحافظة على البيئة وتثمين التراب المادي واللامادي أيضا حل إشكالية العقار من أن تعقد البنية العقارية هو يعرق العملية الاستغلال الفلاحي في المناطق الريفية ثم أيضا تطوير الفلاحة والاهتمام بالعنصر البشري وغيرها من التوجهات والاختيارات إذن كخاتمة يمكن أن نقول على أن سياسة إعداد التراب الوطني تشكيل أداة فعالة للتدبير والتهيئة للتخفيف من التفاوتات على المستوى التنموي ما بين الأرياف والمدن لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما دور التهيئة الريفية والحضرية في تحقيق تنمية مجالية متوازنة إذن هكذا نكون أعزائي قد أنهينا هذه الحصة أتمنى أن تكون حصة مفيدة وماتعة في الألن نفسه وأن أوفق في تبليغ مضامنا وعناصر الأساسيات أتمنى لكم التوفيق في استعداداتكم إن شاء الله الامتحان الجهوي الموحد دورة 2021 وأشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم وألقاكم في حصة قادمة بحول الله ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته